أصدر القضاء في بنجلاديش حكما بالإعدام الخميس في حق 16 شخصا بعد إدانتهم بتهمة قتل شابة في التاسعة عشرة بإحراقها حية بعدما تقدمت بشكوى تحرش جنسي على مدير مدرسة قرآنية كانت ترتادها وكانت وفاة نصرة جهان رافي في نيسان إبريل قد تسببت بتظاهرات عامة هذا البلد وكان المتهمون 16 ومن بينهم مدرسها وثلاثة من رفاقها يحاكمون منذ حزيران يونيو أمام محكمة خاصة وتفيد السلطات أن الفتاة جرت إلى سطح المدرسة وهناك طلب منها مهاجموها سحب شكوى التحرش التي قدمتها وبعدما رفضت صبوا عليها الوقود وأحرقوها وخاض جميع المتهمين المحاكمة على أساس عدم الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم وقال ثمانية من بينهم أمام المحكمة إن المحاققين أرغموهم على توقيع إفايدات يعترفون فيها بضلوعهم في الجريمة وأشار بعضهم إلى تعرضه للتعذيب وتابع مدافعون عن حقوق الإنسان عن كثب المحاكمة على خلفية ارتفاع حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي في بنغلاديش وتفيد منظمة مهيلة باريشاد المدافعة عن حقوق المرأة أن 3% فقط من حالات الاغتصاب تفضي إلى إدانات في المحكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر